السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح او مساء الخير في الوقت اللي انتوا بتشوفوني فيه معاكم شيري والنهاردة هنعمل احلى كوكيز مرمشة من بره ودايبة دوب من جوه هنعملها بطريقتين مختلفتين عن بعض بالتكات اللي هتخليها تطلع معاكي مصبوطة من اول مرة وخلونا سريعا نبدأ الوصفة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وصلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هنعمل النهاردة كوكيز بطريقتين وزي ما انا قلتلكو هنعملها بشوية تكات كده علشان ما تفرش مننا في الصينية والاول مرة يشوفني انا شيري ما تنسوش تنزله تحت الفيديو تعمله لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اني اشعار بكل الوصفات الجديدة اللي بعملها على القناة اول حاجة كده هنجيب زبدة تسعين جرم زبدة مش هنجيب القلب كله بتاع مثلا اللوربك اللي هو احنا بنستخدم القلب بتاع اللوربك هنستخدم تسعين جرم من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ وبننزل عليها بربع كبية من السكر الابيض العادي ولو عندك مش متوفر السكر البني لو متوفر السكر البني بنستخدمه على طول بنزل على طول السكر الابيض وبحط عليه معلقة صغيرة خالص من العسل الاسود وبقلبهم بعد كده بنزل عليهم ببيضة بدرجة حرارة المطبخ برضو وبديهم طبعا تقليبة زي ما انتم شايفين كده لحد ما القوام يبتق يبيض زي ما احنا شايفين مع بعض في الفيديو بعد كده هبدأ ان انا انزل كباية من الزيء بالتدريج لحد ما القوام يلم معين انا استخدمت الكباية كلها وهنا استخدمت 3 مكونات نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر وربع معلقة من البيكوربونة السوداء وربع معلقة من النشا بديهم برضو تقليبة كده مع بعض ولازم البيكنج بودر هنا يكون نص معلقة صغيرة ما نزودش عن كده علشان ما تفرش معانا في الصينية وتقلب معاكو الكيكا وهنا استخدم النشا بكوربونة السوداء هنا علشان يحفظوا على القوام بتاع الكوكيز من بره وان هي تفضل نشفه من بره وطريه من جوه والقوام بتاع الكوكيز لازم يبقى طريب يلزق في المعلقة وهو ده الصحي قوام للكوكيز بعد كده هجيب بقى الشوكلة شيبس بتاعتي اللي انا استخدمتها هنا كانت بتعمل قرفة وهنا دول منستريز بتاعت جالاكسي علشان ما كانش متوفر عندي يعني الشوكلة او الشوكلة عادية خلص اللي هي جالاكسي العادية او كادبوري او كده وبنزلها وطبعا الافضل اللي تنزليه شوكلة بتبقى روعة احلى بكتير طبعا من الشوكلة شيبس والكلام ده كله بس هي تبقى الشوكلة شيبس حلوة علشان مش بتسح في الفرن زي الشوكلة العادية بس الثانية طبعا بتديكي طعم احلى بكتير هم حاجة انكم لما تيجوا تستخدموا اي شوكلة تكون بطعم ويكون طعمها حلو جدا علشان لما تيجوا تاكلوا الكوكيز تستمتعوا بتعمها هتديهم بقى هنا تقليبة ومش هقلب كتير بس يدبك على ما الشوكلة كده تتتقلب في بعضها وبعد كده هكون مجهزة الصانية بتاعتي حط فيها ورق زبدة واساسي في الوصف عيني ان احنا نستخدم ورق زبدة علشان الكوكيز متلزقش منك في الصانية وهبدأ ان انا اشكلها اا لو عندك سكوب بقى بتبداي تشكلها احسن بالسكوب لو عندكيش مش مشكلة خالص بالمعلاقة كده زي ما انا بعمل وببدأ ان انا نزلها في الصانية اا مش بعملها بايدي بقى لان لما باجي اعملها بايدي بتطلع الاشكال متساوية وانا عايزها زي اللي احنا بنجيبها منبرة اشكال مش متساوية هبدأ ان انا حطها في فرن سخن على سخن جدا الاول وبعد كده اول ما بدخلها الفرن بوطي درجة الحرارة وبتقعد في الفرن ربع ساعة فقط اول ما بتطلع بتبقى طرية بنسيبها في الجو لحد عشر دقيق بتنشف منبرة وبتبقى طرية من جوه وبتبقى معاك احلى كوكس في الدنيا بصوا الجميل طبعا بتدخل على رفل وسطوني بصوا من تحت اللون هعمل ازاي روعة اا طبعا السكر البني بيبقى مختلف شوية بيديكي اللون بيبقى اغمق شوية بصوا بصوا طرية ازاي اول ما باجي اقسمها وهي منبرة اصلا اا مسكة نفسها وجمدة لا روعة بجد الطريقة دي حلوة قوي وبجد روعة 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 مع كوبات اللون تحفة اا السكر هنا انا استخدمت ربع كوبات سكر متزاودوش عن كده اا لان انا استخدمت كمان كوبات زيه لو مش بتحبي بقى السكر يبقى باين ممكن تستخدمي سكر بودرة واهم حاجة في الوصفة نص معلقة بيكنج بودر متزاودوش عن كده هقولكو هنا بقى خدعتين اللي انا سويت طبعا الكوكيز على مرحلتين في نفس الصينية الاولانية الطبق اللي انا لسه حطوها دلوقتي هو اللي انا حطته الاول في الفرن والطبق التاني ده اللي انا سبته يستريح اهم حاجة بقى في الكوكيز عشان تطلع زي اللي احنا بنجيبها من بره ان هي لازم تستريح على الاقل من ربع ساعة لنصف ساعة في التلاجة علشان تطلع معيكي بالشكل اللي هو الملغبة اللي احنا بنجيبه من بره ده وهو نفس الطعم وكل حاجة بس الاختلاف بيبقى في الشكل بصو ده شكلها مدور كده انما التانية بقى شكلها زي ما احنا بنجيبها من بره كده وبتبقى روعة اه هي دي التكاية اللي احنا لازم نسيبها ترتاح نبدأ على طول بقى في الطريقة التانية هنا هنجيب بقى كده على النور او حلة صغيرة وهحط فيها مية وعشرين جرون من الزبدة هنا هكتر الزبدة شوية لان انا هعمل كمية اكبر شوية يعني مش كتير قوي وهخلي الزبدة معي تبدأ تغمق على النور بالمنظر ده وابدأ على طول ان انا انزل بنص كبية من السكر تمام وهنا برضو استخدمت سكر عادي ابيض مش بودرة وعادي جدا هو بيطلع بنفس التام وحطت برضو معلقة صغيرة من العسل اسود عشان يوصل معي باللون ده بس بها ترتاح خالص الاول وتبرد لمدة ربع ساعة وبعد كده طبعا بنزل بالبيد لو نزلت بالبيد وهي سخنة هتقلب على طول ايه البيد هتستوي معكي حط على البيد معلقة صغيرة من الفانيليا رشة يعني كده من الفانيليا وابدأ ان انا حطه في طبق على طول في الجنب وابدأ قلبه كده بالويسك قبل مضرب اليدوي لحد ما القوام يبيض بالمنظر ده هبدأ ان انا نزل كبية من الزئيه ومش هنزل اكتر من كده الاول لحد ما القوام يمتزك وهشوف هو عايز زيء تاني ولا لا تمام هوركوا القوام كده بعد ما خلص اول كبية بتلزق جامد وبتريح ومش ده هو ده القوام بتاع الكوكيز هبدأ ان انا نزل من ربع الكبات ده انا استخدمت كله بس على مراحل لحد ما القوام يمسك معي زي القوام بتاع الكوكيز اللي انا واريته لكم في اول الفيديو تمام هو ده القوام المزبوط هنزل بنص معلقة من البيكنج بودر وربع معلقة من بيكربونوت السودا وربع معلقة من النشا وقلبهم مع بعض وابدأ انزل بقى بالشوكلت شيبس بتاعتي هنا وهنزل برضو هنا بس هنا هنزل كمية اكبر شوية وهقسم الكوكيز على نصين نص الاولين هعمله سادة من غير محط عليه كاكاو والنص التانية هعمله بالكاكاو وهحط في امنمس هبدأ برضو ان انا شكلهم على طول في الصينية هنا برضو بالمعلقة ونلاحز هنا ان هي اصلا بتسيب بقى من المعلقة على طول ده علشان احنا كنا حطين الزبدة على النور مش محتاجة ليبقى عندك سكوب او حاجة وما بين كل لازم ما بين كل كوكيز والتانية يكون في مسافة علشان هي بتريح شوية طبعا في الصينية لما بتيجي تستوي عملت كده النص الاوليني النص التانية حط عليه معلقتين صغيرين من الكاكاو او معلقة كبيرة من الكاكاو مش مليانة وهقلبهم مع بعض وهبدأ انزل عليهم بالامنمس لو ما عندكيش ممكن بقى نستخدم هنا للشوكولاتة بتاعت المطبخ اللي هي الدركة او زي ما نقولت لكم لازم شوكولاتة يبقى طعمه حلو هي دريم اصلا اللي هي بالحليب طعمه حلو هعطوا كده ايه من نمس عشان دي انا هعمالها للاطفال الصغيرين وبتي بتبقى شكلها حلو قوي وهو اصلا عينيهم بتروح على دي الاول عشان شوكولاتة بكده دي كده شكلها في الفرن وزي ما قلت لكم بنزلها على رف وستوني يكون الفرن سخر جدا جدا من قبلها واول ما بنحطها بنوطي النور وبنسيبها بنوط يعني للفرن وبنسيبها ايه ربع ساعة بالزبط في الفرن وبعد كده اول ما تلاقوها حمرت من تحت بنطلحها تبرد برا لمدة عشر دقايق وبنشالها على جنب هنا بقى بدأت اشكل الكوكيز التانية بقي ايدي علشان انا عايزة شكلها يطلع حلو شوي عشان الاطفال هتاكلها وحشيت واحدة منهم بالنوتلا وهواريهالكو بعد ما تبرد هدخلها برضو على فرن سخن وهطلعها على طول بعد ربع ساعة بصوا انا حبت ان انا واركو شكلها بقى بعد ما بردت دي اللي احنا عمل لها بقى بالزبدة اللي كانت محطوطة على النور التحفة وطرية قوي من جوة رهيبة بجد بصوا يعني بتدفتت كده من بعضها عجبتني قوي ايه وطبعا هي يعني الطريقة دي حلوة والطريقة دي حلوة بس الطريقة الاولانية اسهل علشان يعني ما فيهاش غلبة كتير حبيت كده بعد ما بردت ان انا واريها لكم من تحت لونها حلوة قوي وهوري لكم بقى دي اللي كان جوها النوتلا لكو التحشيها نوتلا كده من جوة عشان ايوريها لكم من جوة شكلها وكده بس دي كانت بردت بقى فالنوتلا وكانتش بتشت بس كانت طعمها حلوة برضو واحلى حاجة ان احنا عاملينها في البيت ومضمونة وتحت عينينا ونقدر نحطها الاطفال في اللونش بوكس وهما رايحين المدرسة كتغير ونقدر نحطها الاطفال وهما رايحين الحضانة وعملنا في الوصفتين دول من كوبايتين وربع دقيق عملنا ستة واربعين كطعة كوكيز حاجة تبقى موفرة معيك ومش هتقدر انك تشتريها تاني منبرا بعد ما تجربيها بالطريقة دي وزي ما انا قلت لكم في تكات كدير ياريت تسمعوا الفيديو تاني بكل تركيز عشان تعرف وتطلع معيكو اه في منتهى السهولة ان شاء الله بس كده بتكون دي نهاية وصفتنا للنهاردة وللفيديو عجبكو تنسوش تنزيله تحت الفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان ينسالوكم اشعار بكل الوصفات الجديدة اللي بعملها اكتبوا لورقائكو تحت في الكومنتات وشوفكم على خير قريب بازن الله اسفكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم